ولنقاش دعوة الأخيرة للجنة العليا للميثاق الوطني العراقي لإغاثة نازحين في المخيمات ينضم إلينا عبر خدمة سكايب عضو لجنة العليا للميثاق الوطني الأستاذ عبدالقادر نايل أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام أصدرتم في لجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا حول أوضاع نازحين في المخيمات وضرورة إغاثتهم كيف تبدو أوضاعهم في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة؟ أوضاع النازحين كما هو معلوم تماما أوضاع مأساوية وشديدة وحقيقة سجلنا كثير بهذا اليوم من حالات الإغماء ونزلات البرد القوية للأطفال وبالتالي هم يعانون من وضع كارثي مأساوي لا يمكن أن يوصف أشخاص في الصحراء أو في الأراضي من دون أغطية من دون أن يكون لديهم أي وسائل تدفئة أمام هذا البرد والسقيع والثلوج والأمطار بطريقة واضحة تماما ولا أحد يستطيع الوصول بسبب سوء الأحوال الجوية وبالتالي لا يمتلكون غذاء أصلا وسجلنا حالة وفاة لإمرأة في من نازحي أو مهجري قرى المقدادية قرى الإمام أيضا بسبب البرد ومخيم آشتي يعني دفنوا طفليني وبالتالي هناك حالات كثيرة مأساوية في المخيمات تعيشها وفق صمت حكومي واضح يدلل على الاستهداف الممنهج لهؤل النازحين بأطر طائفية مقيتة في هذا السياق بالحديث عن الحكومة أستاذ عبدالقادر ما حجم الأضرار التي شكلها قرار وزارة الهجرة والمهجرين في العراق بإغلاق كل المخيمات مخيمات النازحين من المؤكد أن هذا الحجم الضرار كان فيه كبيرا تماما لأن هؤلاء أولا لا يمتلكون مأوى في مناطقهم وبيوتهم مهدمة بالكامل ولم تعوثهم الحكومة ولم تساهم في أعمارها بالمطلق وبالتالي أيضا هناك سيطرة كبيرة للميليشيات على بعض المناطق التي لا تسمح بالعودة إليها كل هذه القضية لم تراعى فيها أوضاع النازحين لأن المنظور إليهم على أنهم من المكون السني وبالتالي يجري استهدافهم لأن هناك صمتا دوليا بهذا الإطار وبالتالي الحكومة تمعن طائفيا حتى عبر وزارة الهجرة فيها في إيذاء النازحين بطريقة مقيتة يعني لم تتوفر أي أعطال أخرى يمكن من خلالها أن تساهم في الحد من أوضاع الكارثية للنازحين لذلك هم يقدمون ليس فقط على أغلاق المخيمات لأسباب حقيقة يعني مزاودات سياسية مجرد إيصال معلومات إلى الأمم المتحدة وإلى غيرها بأن الحكومة أغلقت وعاء وأرجعت النازحين وهذه أكذوبة كبيرة تماما لأنه نتكلم عن مليون ومئتين نازح موجود داخل الخيم وهناك مناطق أخرى لم يتم إحصاؤها هناك هياكل لمنازل وهناك مساجد مهجورة في الموصل في ديالة يسكن فيها العشرات من العوائل سكنا جماعيا كل هذه لم يطلها عملية التعداد اللي يحسبون على النازحين فننتكلم عن أرقام كبيرة تماما يتعرضون بطريقة واضحة بشعة الأدهى من ذلك أن الحكومة ووزارة الهجرة قطعت المفردات البطاقة التومينية التي هي أصلا ضئيلة لكنها تعمدت في قطعها هذا كل حقيقة يجعلها في مصاف الاستهداف المتعمد للنازحين من جهة أخرى وزارة الهجرة تعترف وتقر بحجم المعاناة التي يعانيها النازحون داخل هذه المخيمات كيف يفسر هذا الاعتراف وماذا يستفيد منه كل نازح أولا هذا الاعتراف هو لذر الرمات في العيون حتى لا يتم فتح ملفات الفساد المالية التي سرقتها وزيرة الهجرة والمهجرين وجميع الوزارة ويتغاضون عليها بأمور كثيرة وإلا كان هناك واجبات على وزارة الهجرة والمهجرين أن توفر لهم أقل تقدير مواد النفط والعراق بلد نفطي كما هو معلوم ومشتقات النفط متوفرة في العراق لإيصالها للعوائل من أجل المساهمة في عملية مقاومة السقيع يعني لماذا هم يفكرون بإعطاء عطل رسمية للموظفين داخل مكاتبهم في العراق ولا يفكرون بالنازحين هذا يؤكد على أنهم خارج حساباتهم وأن هذه التصريحات جاءت بعد ضغط وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بقضية النازحين الذين يموتون بردا وجوعا أمام أنظار العالم وأمام أنظار هذه الحكومة الطائفية المقيتة ووزارة الهجرة لذلك التصريحات لا تغري ولا تسمن من الجوع وبالتالي هي شريك أساسي وزارة الهجرة في معاناة النازحين وفي استيدافهم المتعمد والممنهج وبالتالي هي متهمة بل مدانة بسرقة الأموال التي خصصت باسم النازحين وسرقوها ولم تصل إلى النازحين شيئا منها ما مدى أهمية هذه الدعوة التي أطلقتموها في المثاق الوطني لإغاثة النازحين ونشدتم فيها الكثير من الجهات والمؤسسات في العراق لأنه ينبغي على الجميع أن يعرف تماما أن الحكومة تستهدف النازحين وهي لا تساعدهم وكل المعلومات الخاطئة التي قد تصل إلى أن هناك وجبة تموينية وأن الحكومة تساهم في مساعدة المقيمات كذب وبالتالي ينبغي على الشعب العراقي وطبقاته الاجتماعية أن تعي مسؤولية حجم مساندة النازحين لأنه واجب وطني وواجب شرعي وبالتالي ينبغي على جميع الشرائح الذي ناشده الميثاق من شيوخ العشائر من خطباء المساجد ينبغي على الجميع أن يطلق حملات والشعب حقيقة والمتبرع الفردي جاهز في عملية التبرعات وقد أطلقت في بغداد مجموعة من الشباب ووصلت الناس بدأت بالتبرع لإيصال قوافل من الأغطية والفرش وبعض وسائل التدفئة إلى مخيمات النازحين لكن القضية تحتاج إلى جهد شعب بالكامل وبالتالي أنا أقول للطبقات التي ناشدها الميثاق الوطني أقول لكم أمام مسؤولية كبيرة ينبغي أن تتحرك ضمائركم أمام ما يجري من أهلكم من النازحين وهم يتعرضون إلى ظلما لأن التاريخ لن يرحم وسيسجل من لم ينصر هؤلاء لأن رحمة السماء متوقفة على التراحم فيما بيننا وينبغي حقيقة أن تكون هناك وقفة جادة لأن بكل المقاييس هؤلاء يحتاجون إلى وقفة حقيقية فالأطفال تصرخ من شدة البرد وبالتالي ينبغي أن يكون هناك موقف وعندما نضع ميزان في تسميتنا لبعض شرائح المجتمع التي هي تعتبر قيادات اجتماعية ثابتة للمجتمع عليها أولا أن نذكرها بواجبها وثانيا أن نضع عليها المسؤولية لأن في التاريخ لن ننسى هؤلاء الذين لم يستطيعوا أو لم يتمكنوا أو تعمدوا بعدم الوقوف مع النازحين ينبغي أن تكون هناك بصمات حقيقية وينبغي أن يتداعى الجميع لنصرة النازحين من المعيب تماما أن تكون هناك مخيمات بالقرب من عشائر مرموقة في الأنبار وفي الموصل وفي غيرها ولا تتداعى تلك العشائر وتقتحم المخيمات حتى وأن كانت هناك حراسات مشددة وتوصل لأهلها وتوصل لهؤلاء النازحين وسائل التدفئة والأغطية والغذاء وبالتالي يساعدونها برحمة هؤلاء لأنهم من أبناء جلدتهم شكرا جزيلا لكم عبد القدر لنهاي العضو لجنة العليا للمثاق الوطني العراقي كنت معنا عبر خدمة سكاي